موسيقى بابلا يتعهد بإقامة جدار حماية ضد اليمين المتطرف بعد الانتخابات كيكل يشير إلى إمكانية التوافق مع الحزب الاشتراكي لتشكيل الحكومة الحكومة أكملت 85% من برنامجها وأصدرت أكثر من 500 قانون نتائج فيينة قد تكون حاسمة في تحديد الفائز بالانتخابات الوطنية الحكومة النمساوية تخاصد 80 مليون يورو لإصلاحات عاجلة بعد الفيضانات وشالنبرج مجلس الأمن بحاجة لإصلاحات تعكسه واقع 2025 مرحبا بكم في ناشطة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي أندرياس بابلا أن حزبه سيبذل جهده لمنع حزب الحرية اليميني المتطرف من تولي قيادة الحكومة المقبلة وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة وفي مؤتمر صحفي بساحة حقوق الإنسان في فيينة أكد بابلا أنه سيشكل جدار حماية ضد حزب الحرية ولن يتحالف معه كما اتهم حزب الشعب النمساوي بالتخطيط للتعاون مع حزب الحرية في شراكة حكومية ومستقبلية وحذر بابلا من أن صعود اليمين المتطرف قد يؤدي إلى تراجع في استقلال القضاء حرية الإعلام وحقوق المرأة مشيرا إلى خطورة خطابات رئيس حزب الحرية هربات كيكل صرح رئيس حزب الحرية النمساوي هربات كيكل أنه يرى توافقات كبيرة مع عدة أحزاب لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة مشيرا إلى توافق مع حزب الشعب أوفو بي في مجالات الأمن والاقتصاد ومع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في القضايا الاجتماعية وأكد أن حزبه لن يشارك في الحكومة إلا إذا قادها بنفسه منتقدا مقارنة حزبه بالنازية وواصفا إياها بأنه تجهل للتاريخ كما أكد تمسكه بمشروع قلعة النمسا لاستمرار سياسات اللجوء والهجرة مشيرا إلى ضرورة مكافحة الإسلام السياسي وحماية التقاليد المسيحية الغربية وأعلن عن إنهاء حملته الانتخابية الجمعة أمام كاتدرائية شتيفان ستوم أصدر مكتب المستشارية النمساوية تقريرا حول أداء الحكومة حول السنوات الخمس الماضية قبل أيام الانتخابات الوطنية مؤكدا تنفيذ 85% من برنامج الحكومة وأشهد المستشار قانيهاما رئيس حزب الشعب الحاكم أوفوبي بقدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الكبرى مشيرا إلى إصلاحات هامة مثل إلغاء الضريبة الباردة وزيادة ميزانية الجيش ورغم الإنجازات لم يتم الاتفاق على بعض المشاريع مثل قانون حماية المناخ يذكر أن هذه الحكومة هي الأولى التي تكمل فترة تشريعية كاملة منذ عام 2013 حيث تم إصدار أكثر من 500 قانون و2782 تقريرا وزاريا من المتوقع أن تلعب فيينا التي يعيش فيها خمس الناخبين المؤهلين في النمسا دورا حاسما في الانتخابات الوطنية المقبلة وتختلف فيينا في أنماط تصويتها عن باقي البلاد حيث تحقق أحزاب مثل الخضر والنيوز نسب أصوات أعلى مقارنة ببقية النمسا وأوضح الباحث كريستوف هوفينجا أن نتائج فيينا غالبا ما تكون مفاجئة وتحدد الصورة النهائية للانتخابات كما أشار إلى أن دور فيينا قد يكون حاسما للأحزاب الصغيرة مثل قابي أو التي قد تحتمد على نتائجها لدخول البرلمان كما أن الناخبين في فيينا يميلون إلى تخاذ قرارتهم بناء على العاطفة والارتباط الحزبية أعلن وزير الزراع النمساوي نوربا توتشنيك تخصيص 80 مليون يورو إضافية لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة وأوضح أن الأموال ستستخدم في تدابير عاجلة تشمل هندسة المائية والسيطرة على السيول وإصلاح السدود والبنية التحدية المتضررة وجاءت تصريحاته بعد اجتماع مع ممثلي الولايات الفيدرالية الأكثر تضررا مثل النمسا السفلة النمسا العليا فيينا بورجلاند وأشتاير مارك وخلال الاجتماع نوقشة سبلة تحسين أنظمة الحماية من الفيضانات لمواجهة التغيرات المناخية كما أشار توتشنيك إلى أن الوزارة استثمرت منذ عام 2002 أكثر من 2.2 مليار يورو أعرب وزير خارجيان نمساوي أليكساندر شارينبلغ عن مخاوفه من تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط داعيا إلى تعزيز دور النمسا في إفريقيا وإصلاح مجلس الأمنة وأكد شارينبلغ خلال رحلته حضور الجامعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع مشيرا إلى التوترات في لبنان وخطر تفجر نزاع إقليمي كما تناول وضع السورية معتبرا أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي دون إشراك الأسد وأكد شارينبلغ على أهمية تعزيز التعددية الدولية مشيرا إلى ضرورة تحديث مجلس الأمن ليعكس واقع العالم في 2025 كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم المزيد من التفاصيل أتنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا السلام أمسي تنساعدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقرات على هواتفكم ترجمة نانسي قنقرات على هواتفكم